تجهيل الشعوب واغتيال الأدمغة إحدى أبرز وسائل الخراب التي تتبعها إيران لتمرير مشروعها التوسعي في المنطقة العربية وتلك مهمة موكلة إلى ميليشياتها المنتشرة في الدول التي أكدت طهران أنها واقعة تحت سيطرتها في أحدث طريقة لاستنساخ تجربة العراق في اليمن أصدرت ميليشيا الحوثي حكما بإعدام ثلاثين أكاديميا يمنيا لهم ثقالهم السياسي والاجتماعي منظمة العفو الدولية أدانت أحكام الإعدام واعتبرتها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وأكدت أن ميليشيا الحوثي تصر بهذه الأحكام على الاستهزاء بالعدالة وتحويل القضاء إلى أداة من أدوات القمع وتكميم أفواه المعارضين ميزة هذا الانتهاك لا يتوقف على أنه وصمة عار تضاف إلى سجل الحوثيين الحافل بالجريمة بل يكمن في خصوصية الجهة المستهدفة والبعد السياسي لهذه الأحكام فهي تأتي في سياق نهج تدميري لمؤسسات التعليم وأركانها وشواهده تدمير المدارس والجامعات وتحويلها إلى مراكز اعتقال ونقاط عسكرية سلوك ميليشيا الحوثي يعيد إلى الأذهان سلوك فرق الموت الإيرانية في العراق التي استهدفت وما زالت الأدمغة والعقول اغتيالا وخطفا واعتقالا وتهجيرا وثائق مسربة من ويكيليكس كشفت أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي تعاون مع الإيرانيين والموساد الصهيوني في اغتيال ثلاثمائة وخمسين عالما نوويا وثمانين ضابطا من كبار قادة الجيش العراقي السابق ولا يختلف الأمر في سوريا ولبنان حيث سجلت الوقائع حالات كثيرة لتصفية علماء وأكاديميين على يد الميليشيات الإيرانية ووكلائها وعلى رأسها حزب الله اللبناني سنوات عجاف عديدة وإيران تحشد كل طاقاتها لنشر ثقافة الجهل والخرافة في الدول المستهدفة بمشروعها التخريبي والمشاهد لحال العراق وسوريا واليمن حاليا لا يرى إلا ساسة ومسلحين يبثون الجهل في بلدان كانت منارة للعلم والعلماء